هارت مرمارز السلام عليكم ورحبا ميكم في محاضرة جديدة اليوم راح يكون موضوعنا شيق وممتع وصعب بنفس الوقت اللي هو الهارت مرمارز وياكم عمر القيسي وراح اشرح لكم اليوم الهارت مرمز هواي من الطلاب يعانون طبعا من الهارت مرمز ليش دائما يعقروها بطريقة خاطئة اليوم جبت لكم طريقة مبتكرة راح تقدرون تتعلمون من خلالها الهارت مرمار الطريقة هي بسيطة هي انه نعرف عندنا الاس 1 والاس 2 واحد من الطلاب راح يقول لي هي شنو هذي الاس 1 والاس 2 طبعا فيرس هارت ساوند والسكند هارت ساوند الصوت الاول والصوت الثاني عندنا القلب راح ينبض بهذه الطريقة لب دب لب دب طبعا الصوت جاي من انسداد الصمامات فكل ما ينسدون الصمامات الميتر وليترايكوسبيت عندنا اللب ومن يسدون الاورتك والبلماري عدنا الدب فلب دب هذا انسداد الصمامات ينطيني هذا الصوت فالصوت الأول هو عملياً متكوننا من إنسادات صمامين الميترول والترايكوسبيد والS2 متكون من إنسادة البلميناري والأورتيك فلما نعرف هذه المعلومة الأمور تسهل هواية ففي هذه الحالة ينساد عندنا البلميناري والأورتيك وهذه الحالة ينساد عندنا الميترول والترايكوسبيد بين الS1 والS2 فترة السيستول اللي هي فترة الإنقباض للقلب وورا الS2 وعدنا فترة الدايستول أو فترة الإنبساط أو الراحة للقلب طبعا الدايستول هو أطول يكون من السيستول هنا هنا عندنا المرمارات إما تكون سيستوليك أو دايستوليك طبعا واحد راح يقول لي أنا يعرف فيه عندنا كراشندو كراشندو مرمار لتختلف الأمور هنا أنا هالو سيستوليك مرمار أقول لك إن شاء الله هذه في الفيديوهات القادمة راح أشرحها بالتفصيل لكن الآن بشكل مبسط عندنا فقط السيستول والدايستوليك مرمار وطبعا المرمار هي شنو هي عبارة عن وشة نسمعها في القلب لابن نسمع هذا الصوت في القلب فإذا عندنا مشكلة معينة إما فتحة في القلب أو عندنا سدادات في الصمامات أو تهدل فبالتالي تنطينا هذه صوت الوشة أو صوت جريان السائل بوسط غير خلينا نقول أملس هذا المعنى من عندها المرمار فأس ون وأستو افتهمناها ينسي هذه الصمامات والسيستول والدايستول هي الفترات وهنا أنا عندنا راح تصير المرمارات فرح نبدأ نتعلمها بطريقة بسيطة طبعا نبدأ عندنا سيستوليك مرمار هي لما تصير في فترة السيستول هي عبارة عن صوت راح يصير في فترة السيستول فراح يصير السيستول قلنا لب والدايستول قلنا دب الصوت طبعا قصدي فلب ش دب لب ش دب فهذا الصوت هو المرمار اللي راح تكون عندنا طبعا في فترة السيستول طيب هنا أنا شغلة لازم نجي نعقلها أي الصمامات تنسد وأي الصمامات تنفتح الصمامات اللي الأوبن في فترة السيستول هي راح تكون اللي عندنا صمامات الأورتيك والبلميناري طبعا أنا مدى أكتبها لأنه ودى أختصر حتى المدلل المساحة فالأورتيك والبلميناري يفتحون في فترة السيستول واحد راح يسألني يقول لي دكتور أنا مدى أفهم ارسم لي القلب أقول لها تتدلل تتبع عليهم حتى تتذكروا هم هذا الميترال وهذا التراي خلي نرسلهم بنفس الألوان ماذا تراي كوسبيد وحنان عدنا الأورتيك وحنان عدنا البلميناري الآن في حالة السيستوليك مرمى أو في حالة السيستول أي الصمامات الآن في حالة السيستول أي الصمامات راح تنفتح عندنا صمامات الأورتيك والبلميناري طيب أي الصمامات راح تنسد مفهوم فأي الصمامات تنفتح أورتيك والبلميناري وأي الصمامات تنسد التراي كوسبيد والميترال هذول في حالة حتى تذكروها في حالة هذول في حالة السيستول واحد يقول لي طيب هذول ليش ينسدون في حالة السيستول هذول ينفتحون الأورتيك والبلميناري ينفتحون في حالة السيستول لأنه في حالة السيستول القلب دي ينقبض فلازم الدم يخرج فهذول الصمامات يجب أن يكونوا مفتوحين طيب لعد ليش ينسدون صمامات راي كوسبيد والميترال لأن في حالة السيستول إحنا مريد الدم يرجع للأتريوم فبالتالي لازم ينسدون هذول الصمامات طيب واحد راح يقول لي جان إحنا 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 إستفاد من هذه المعلومة في حالة السيستوليك مرمر في حالة السيستوليك مرمر فأما عندك أحد هذه الصمامات متأثر طيب هنا عندنا مشكلتين ممكن تحصل في الصمامات اللي هي ريكورجيتيشن اللي هو تهدل في الصمامات وستينوسيس واحد راح يقول لي ولي برولابس أقول لك هذا إلى وضع خاص إن شاء الله أشرحها في الفيديوهات المتقدمة خليها السفر نحن نعتبر عندنا ستينوسيس وريكورجيتيشن فافتهمنا في حالة السيستول ينفتح عندنا صمام الأورتك والبنوري ويسد عندنا صمام الترايكوسبد والمايترا طيب لو صار عندنا سيستوليك مرمر الآن لو صار عندنا سيستوليك مرمر أي وشة في حالة السيستول الآن لو صار عندنا وشة في حالة السيستول نسميها شنو قلنا سيستوليك مرمر شنو الممكن صار عندنا ممكن صار عندنا أورتك ستي نوسيس واحد راح يقول لي زين ليش دكتور أورتك ستينوسيس أقول لك إذا الصمام مدى ينفتح بشكل جيد وده يسوي لنا صوت وشة فإذن معناته شنو إذا مدى يقدر ينفتح إذن عندنا ستينوسيس تضيق في الصمام طيب ممكن يكون خيار ثاني عندنا لو صار عندنا مرمر في حالة السيستول ممكن عندنا ترايكوسبيد أو مايترا ريغورجيتيشن ريغورجيتيشن واحد يقول لي ليش يعني ممكن عندنا ريغورجيتيشن أقول لك إذا الصمامات ترايكوسبيد أو مايترا مدى يستطيعون ينسدون بشكل جيد إذن ممكن عندنا تهدل في هذا الصمام لأنه مدى ينسد طيب الآن واحد راح يسألني إذا هيدا تحصل في السيستول في نفس الوقت كيف أنا راح أميز عدي أورتك أو پلماري ستينوسي أو عندي ترايكوسبيد أو مايترا ريغورجيتيشن مهمة ممكن أي واحدة من عندهم أقول لك هنا أنا فقط لا نعتمد فقط على توقيت المرمر في حالة السيستول أو دايستول نعتمد على موقع المرمر في أي جزء نقدر نسمعها أحسن وبالتالي نقدر نقدر أنه أي صمام متأثر هذه إن شاء الله أيضا في فيديوهات قادمة الآن فهمنا فقط شنو معنى السيستوليك مرمر وشنو اللي ممكن يصير في عالة السيستوليك مرمر طيب الآن راح أمسح ونرجع نكمل ويا الدايستوليك مرمر الآن عندنا المرمر صارت في حالة الدايستول طبعا أنا ما اتكلمت عن أشكالها الآن هل هي كراشيندو دي كراشيندو وهذه الأمور اللي ما يريد دوخكم الآن فقط خلي نفتهم شنو معنى دايستوليك مرمر سمعنا وشة في حالة الدايستول يعني S1 اللي هو لوب دوب وراها سمعنا شش فلوب دوب شش لوب دوب شش بهذا الشكل فيكون ورا الدايستول الآن لازم هم نرجع لقاعدة Open و Close أي صمامات راح تكون Open وأي صمامات راح تكون Close يعني أي راح تكون مفتوحة راح تكون مزدودة Close الOpen راح يكون عندنا صمامات في حالة الدايستول القلب الآن في حالة امتلاء بالدم فيجب أن يكون صمام الميتر والترايكوسبيد مفتوحين حتى الدم يستطيع أن يعبر ويملي القلب مفهوم؟ فإذن أي صمامات راح تكون مفتوحة الترايكوسبيد والميتر وطبعا بشكل معاكس اللهم أكيد يجب أن يكون الأورتك والبلميناري مزدودين لأنه إحنا مرد الدم يخرج الآن في هذه في حالة الراحة الدايستول القلب لا ينبض ولا يخرج يعني لا ينترقى بضل قصدي البطينات فبالتالي الدم لا يستطيع أن يخرج فلجب أن يكون هذه الصمامات تكون مزدودة الأورتك والبلميناري فإذن يا صمامات راح تكون مزدودة في حالة الدايستول راح يكون عندنا خلينا نسمعه باللوم الثاني الأورتك والبلميناري طيب الآن لو سمعنا وشة في حالة الدايستول أو هذه الصوت المرمر إذن شنو ممكن صار عندنا إذا الصمام غير قادر على الانفتاح بشكل جيد أو غير ماذا يقدر ينفتح بشكل جيد فإذن عندنا ستي نوسيس شوفوا أكس قبل شوية هنا ممكن عندنا ترايكوسبيد أو مايترال ستي نوسيس لأنه مفوضة يفتحون في هذه الفترة أو ممكن يكون عندنا إذا الصمام مدى ينسد بشكل جيد يعني ممكن عندنا تهدل في الصمامات لأنه مدى تنسد بشكل جيد ممكن عندنا أورتك أو أورتك أو ري كور جي تايشن ري كورجي تايشن في هذه حالة إما يكون هذا أو هذا واحد أيضا راح يسألني كيف راح أميز هل ممكن عندها ترايكوسبيد أو مايترال ستي نوسيس أو أورتك أو مدام دا سمع الوشة في الدايستول أقول لك ماستستطيع فقط تميز من فترة أو توقيت الوشة سستولة ودايستول لازم نميز عن طريق أنه نشوف موقعها وهذا راح نشرح في فيديوهات ثانية المهم من الآن افتهمنا شنو معنى سستول شنو معنى الدايستول طيب واحد راح يقول لي في حالة لو عندنا فتحة في القلب اللي هي مثل عندنا فتحة VSD أو ventricular septal defect شنو ممكن راح نسمع الوشة في يا فترة أقول لك هذه الوشة راح نسمعها في فترة السيستول واضح؟ إذا كان عندنا VSD راح نسمع الوشة في فترة السيستول مدى ستول ليش؟ لأن القلب طبعا عندنا left ventricle هو أقوم من right ventricle فالدم راح يمشي بهذه الطريقة وراح يعبر من خلال الفتحة وطبعا متى راح يكون العبور بشكل أقوى طبعا لما ينقبض أو تنقبض البطينات وهذه في حالة السيستول حالة انقباض القلب راح نسمع سيستوليك مرمر في حالة VSD أو ventricle septal defect طبعا إذا الفتحة صارت هنا لفوق راح يكون شي مختلف الآن ما راح اطلق له في عندي فيديو أنا عاملة اسمه S2 split ممكن ترجعوا له وتشوفوه وتقدروا تفتهمون من عند الأمور بشكل أوضح شكرا للمشاهدة وألقاكم في تكمنة السلسلة في فيديو قادم يا الله انتظروني سلام عليكم